هنا واشنطن وهناك يحتدم صراعها مع طهران حرب نفوذ تخاض غيمارها في العراق وما حولها ولا حول لبغداد لتنأى بنفسها عن هذا النزاع صداقتنا وعداءكم لإيران تعني ازدهاركم رسالة البيت الأبيض لقصر السلام العراق مهتم جدا بعدم التعارض لنفس أنواع التأثيرات الداخلية المزعزعة الاستقرار والتي رأيناها في بلدان أخرى لعب في حزب الله دورا خبيثة الولايات المتحدة وحكومة العراق وشعب العراق نشترك جميعا في مصلحة مشتركة في رؤية لما ينبغي أن يكون عليه العراق وهذه ديمقراطية قوية ومستقرة ومزدهرة وخالية من التأثير الخبيث الخارجي الصداقة مع الولايات المتحدة تجلب ذلك وجود حزب الله القوي أو حتى الحد الأدنى منه لا يتفق مع ما نريده جميعا أن يكون للعراق وفي بغداد يسعى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتخفيف تداعيات قرارات واشنطن الأخيرة ضد طهران والتي عززت العقوبات الاقتصادية عليها خاصة في مجال تصدير النفط والغاز قرار الأخير الذي صدر من واشنطن يتعلق بصادرات النفط لا يتعلق بأشياء أخرى يتعلق فقط بصادرات النفط هذه مسألة علاقات نحن والولايات المتحدة علاقات جيدة وهناك بحث يومي في كافة الشؤون بشكل تفصيلي لذلك من الصعب حقيقة الجواب على افتراضات الجواب يكون على وقاءة حقيقية حتى نقدر أن نبين وجهة نظر الحكومة في طهران كان رد المرشد الإيراني على التصعيد الأمريكي هو التصعيد سنصدر النفط ولن تمنعونا محاولات أمريكا الأخيرة لحظر بيع النفط الإيراني لن تجديها نفعا إيران ستصدر النفط قدر ما تشاء اعلموا بأن عداوتكم لن تبقى بلا رد وأن الشعب الإيراني ليس شعب يستكين ويتفرج لو عملوا ضده وتآمروا عليه وتبقى الخلافات الداخلية رافدا لتلك الصراعات دولية وإقليمية تاريخية ومعاصرة تعصف بالعراق منذ سنوات وما تزال تستنزف البلاد